تفاوين الخير أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أود أن أشكر المشاهدين وأشكر الناس لشاهدوا الحلقة المنصرمة هذه الحلقة سأتي في إطار الحلقات التي سنشرها على هذا الموقع لقد لقيت دعماً غير مسبوك يعني من خلال يعني وأشكر جميع المشاهدين يعني وتلقيت بمراسلات يعني إيجابية وتسبو كلها في الظهر وناس إيجابيين يريدنا المشاركة في هذا النقاش للإشارة فقط لقد تلقيت من الناس يعني للدوافع شخصية لأن هذه السلسلات تهدد مصالحهم يعني الإجابة بالنسبة لهم هو هجوم شخصي يعني للحط من قيمة هذا المجهود وهما الناس يعيشون في الهامش وسيبقون في الهامش وبالنسبة لهم المغرب يعني كل شيء في المغرب هو السلبي ولن نقوم يعني لا نوضع الوقت في الإجابة عليه في هذه الحلقة يعني سأناقش نقطة الأساسية اللي هي اليستغير قبل أن ندخلها في النقاش أريد أن أشير أن في إطار إشراك الجميع في النقاش قررت أن أستدعي معني مهاجر هنا عاش في المغرب لمدة طويلة وله دراية بما يقع في المغرب وهو متتبه لما يظهر في المنطقة وسيكون عبارة نقاش عبارة عن لشاء أخذ ورد وسيكون أسئلة ويعني هذا مهم المشاركة هي مشاركة جميع المغرب فلاح مهاجر سياسي صحفي متقاف هو مهم جدا في إنجاح هذه التجربة الأخ هو سعيد الصفا يعني الناس اللي يعني 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 الحلقة المقبلة سيكون اللقاء مع هذا الأخ هذا وستكون يعني لدي اليقين أنها ستكون يعني سأعود إلى ما هدف الحلقة وهو ألي التغيير هنا أبدأ أولاً بتعريف التغيير هناك نوعاني من التغيير كان التغيير جدري يعني تغيير كل ما هو ثائد يعني بناء مؤسسة جديدة بناء نظام جديد البداية من السفر هذا الاختيار لا أدعمه شخصياً أنا ضد هذا الاختيار لأن التمن سيكون باهضاً والعواقب ستكون وخيمة خير الدليل على ذلك يعني لنراحظ ما يدون حالياً في المنطقة يعني خير الدليل على أن هذا الاختيار هو صعب يعني والتمن سيكون باهضاً وأكثر من ذلك أن الناس اللي أدوا الثمن في هذا الاختيار هما الناس اللي أدوا الثمن حالياً يعني هم فين يمشون هما اللي غادي يعني تكرفسوا كما قلوب المغربية ولهذا أنا لا أدعم هذا التغيير هذا وأن التمن يعني هو مجهود مجهود يعني والنهاية هي غير معروفة الدعم يعني 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 من أجله وأدافعه بشدة عليه هو الإصلاح التدريجي يعني 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 إصلاح التدريجي هو أنه أن تقوم بتقييم تجربة يعني يعني و نظر إلى ما هو سائد في المغرب أخذ ما هو إيجابي والإفتخار أنا أفتخر بأن في المغرب أشياء كثيرة إيجابية يعني ليس بكل شيء السلبي يعني الصورة السوداء التي بعض يريدون أن يرسمها على المغرب هناك مسائل إيجابية وأنا أتعرف أن هناك مسائل سلبية وسنعمل جميعا من أجل تغييرها كما يقال الكأس بنصف المملؤ هناك أناس يرون يعني هما سلبيين يرون النصف الفارغ وهناك ناس إيجابيين مثلي يرون أن النصف الكأسي مملؤ كيف يعني كيف يجب يعني 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 تحرك في المستقبل من أجل تطبيق هذا الإصلاح التدريجي أولاً نقطة أساسية جداً في هذا في هذه يعني النموذجية وهي الإصلاح التي ذكرتها وهي الإصلاح التدريجي هي الدراسة الدقيقة للمغرب مجموعة الدراسة التي قامت في المغرب كان عندها هدف سياسي أولاً يعني للدفاع للدفاع عن عن مشروعية حزب والدفاع عن مشروعية شخص يعني هناك أرقام غير يعني غير غير عقلانة في بعض الأحيان ليس هناك أرقام في الأصل لنأخذ مثلاً عدد سكان المغرب تسألت أي شخص تقول له ما هو عدد سكان المغرب ما هو عدد سكان المغرب والبعض يقول أربعين مليون والبعض يقول سبعة وثلاثين مليون يعني يعني لا يمكن أن بناء العؤية على أرقام غير قياسية يعني أرقام ليست واقعية البطالة إذا كنت تبحثت على الإجابة عن عن مشكلة الشغل أول حاجة يجب أن نعرفها ما هو عدد السكاء ما هو عدد السوكاء ما هو عدد المغرب ما هو عدد النس التي تعملوا على الأخذ المغرب ما هي عدد النس للنس لا أحد يعرف هناك أرقام حكومية هناك أرقام حزيات حزبية كل يسبح في مسباحه ويريد أن يخدم مصالحهم ثانيا التعليم لا نعرف ما هي حاجة المغرب على المستوى للتعليم المناطق الجبلية مردت لها في دراسة ما هو نوع التعليم التي ستخدم مصالح الناس يعني ما زغن في الجبال أو ما زغن في المدن نضع الكل في سلة واحدة هذا ليس بحل أي منطقة خصوصية لها ويجب أن أخذ هذا بعين الاعتبار ثانيا الدراسة يعني الدراسة يجب أن تكون دقيقة لأنه من خلال النتائج سنكون واقعيين في رسم الرؤية لا يمكن رسم رؤية بدون معطيات نعرف ما هي الموارد البشرية والمادية واش قد ننزل في المستقبل لا يمكن وضع رؤية لأن المغرب سيكون بحل سويسرا على سبيل المثال هذه رؤية غير عقلية هذا من 30 سنة أو 40 سنة لا أعلم الموارد البشرية في سويسرا الموارد الاقتصادية المالية في سويسرا فرنسا بلجيكا ألمانيا يعني هواب فرق السماء والأرض بين المغرب وهذه الدول يعني يكونوا واقعيين لا يجب أن نبني قصورا من الرمال نقطة أخرى أساسية في هذه المنهجية هو تسطر الأهداف أهداف يجب أن تكونوا معقلنا يعني إذا كنت تستطيع يعني الشعب سيفهم الأهم في هذه الإصلاح هو إعادة اتقاد الشعب إذا كنت تبني واحد يعني واحد الأهداف له أصلا لا يمكن تحقيقها يعني غير كتزيد كتزيد الهفوى ما بين الشعب وممتليه ستزداد يعني عمقا اللهم نقولوا الناس شكاين نقولوا هوادفن غديم ولهذا يعني ستكسبوا تقاد الشعب والدعم الضروري لإنجاح هذا الإصلاح هذه نقطة يعني جد أساسية وسأ يعني في المرحلة في الحلقة القادمة إن شاء الله كما قلت مع الرفيق سعيد صفا سنناقش يعني سنكونوا أشياء دردشة ولن أقول بأنه يكون ستكون عندنا أجندة ولا يعني أو شيء مستر سنسبحه مع معطيار وشكرا شكرا جزيلا على المتابعة وسأقرأ جميع المراسلات التي ستتلقاها من المشاهدة ترجمة نانسي قنقر